هلو فيكم حلقة جديدة من خمس اشياء هذه الحلقة رح تكون مميزة ليش مميزة؟ لانه رح يكون فيها كلام جدا جدا مهم وايضا كلام قالوا للناس لكن ما تصدك في البداية بس بعدين اثبت انها حقيقة ايش قاعد تكلم عنه انا؟ نظريات قالوها اللاعبين لما كان لعبونا العاب المفضلة وبعدين الاستوديو او خنقول احد من الاستوديو والمطورين اكد ان نظريات هذه صحيحة قوة ما نبدأ او تضروا اللايك وايضا لا تنسونا الاشتراك بالقناة خلنوصل الى 500 الف يا راهبين والحين خلونا نبدأ اول نظرية معانا هي ان لعبة سونيك ذو هج هوك 3 الجزة الثالث في السلسلة اللي صدرت على الجهاز سيكي جينسيس عام 1994 سنوات كانوا اللاعبين يقولون ان موسيقى اللعبة الملحنة هو المغني البوب مايكل جاكسون لكن ما كان فيه اي شيء يأكدها المعلومة لان اسمه ما كان ضمن ملحنين اللعبة في الكريديتس اخر شيء ولان مايكل كان لاتاريخ مع سيكا خصوص مع لعبته من وكر اللي تعتبر حصريات لعبة سيكا ندلت على الجهاز الاركيد وايضا على الجهاز السيكا جينسيس الكثير يأتقد انه له يد في الموضوع التلحين سيكا ما كان تأكد هذه المعلومة وتحاول ما تذكرها الجمهور لكن في عام 2016 صحيفة هفنغتين بوست سوت مقابلة مع الملحنين ثلاثة من الملحنين السابقين ذكروا ان مايكل جاكسون لحن موسيقى اللعبة بس ليش كل هذه السرياء في الموضوع البعض يدعي ان مايكل ما كان موسط بجودة صوت الموسيقى وشال اسمه من الكريديتس وبعضهم يقول لان وقتها كان على مايكل قضايا اتهام التحرش بالاطفال وعشان كده سيكا اخفت هذا التعاون عشان مايضر اللعبة شخصيا اتوقع هو السبب الثاني ثاني نظرية لنا صراحة وانا قاعد اقراها انصدمت انا امتكت انصدمون كلكم مثلي لعبة الرعب سالنت هيل 2 اللي اصدرت عام 2001 كانت اتميز بقصتها والاجواء المرعبة ولها اكثر من نهاية لكن النهاية المرعبة اللي هي لما يروح البطل جيمس بالسيارة مايجزت زوجته وينتحر وينتك ماري انا لدي شيء هذه تركت فوق كثير من لعبين علامة استفهام ويمكن عن اولهم لانا في داية اللعبة الجثة كانت في السيارة وفي هذه النهاية يشيلها من الفندق ويحطها بالسيارة عشان كده الكثير قالوا انها اصلا كانت معاه طول الوقت وهو مايحس كيف مايحس يعني ان جيمس خلى ادراكها الحسي وتفكيرها لفراسة يكنسل فكرة ان جثة زوجته موجودة معاه معناها ان كنسل فكرة ان زوجته اصلا ماتت مو مصدق هالشي لان طول اللعبة تجيك رسالة من زوجته وتحاول تعرف وينها يحاول يعرف وينها وصل مدينة سالنتهل ميزة الضباب لان في رسالة زوجته قالت تعال سالنتهل ابي اشوفك طبعا طول اللعبة قاعد تدورها وبالاخير تكتشف انها ميتة وكثير قالوا انها اصلا كانت معها طول وقت وما يحس وبعضهم قال انها موجودة في سنطة السيارة بس في الاخير اللعبين اكتشفوا النص الحقيقة لان المصمم مشيروا اتو كتب في تويتر ان الجثة اصلا كانت مصممة انها طول الوقت تكون في الكرسي الخلفي للسيارة وهذا الشي فتح باب نظريات جديدة انها كيف تكون في الكرسي ولا حد تقدر يشوفها وجاوبوا مرة ثانية مصممة ان من كثر من البطل جيمز كان مهموم ومكبوت من زوجته ما صار يشوف الجثة حتى وهي قدام عينه يعني زي ما قلت لكم كنسل الفكرة نهائيا ومو مصدق ان زوجته ماتت حتى بعد الحقيقة تبقى اللعبة مرعبة وكيف الفكرة انها طول الوقت قدامه وما يشوفها اشتركوا في القناة فيه شبه من بطل دوم اللي اصدرت بعدها وان بينهم علاقة وبطل دوم تنحدر اصوله من بطل لعبة ولفشتاين الاصلية ولي اكد هذا الشي لعبة ولفشتاين ار بي جي تذكر اصول القصة بان بطل ولفشتاين هزم اللي خلق الشر والشرير قسم انه يرجع يحارب احفاده وما في الا بطل دوم ولي ثوم اللعبتين هو نفسه جون كارماك عشان كذا اللاعبين كان كلامهم صحيح مع علم ان اللعبتين صالهم ريبوت وممكن اختلفت الامور بعد رابعة نظرية معانا عن لعبة سوبر ماري بروز تري تعتبر احد افضل لعب بطفوم في التاريخ بس طول الوقت اللاعبين ما كانوا مقتنعين انهم يلعبون في عالم ماري الفعلي كانوا يقولون ان اللعبة كلها تمثيل وان القصة كلها كانت عبارة عن مصرحية لان بداية اللعبة كان في ستاير ترفع وكل نهاية مرحلة عبارة عن ظلام كأنه طلع من المصرح وما في اي ضاءة الكلام هذا صحيح في حلقة باسم ماريو مثس يعني خرافات ماريو انزلت على قناة نتندو بريطانيا رسمية تم سؤال شيكورو ماياموتو اذا كانت اللعبة كلها عبارة عن تمثيل ولا لا جاوب نعم كانت تمثيل ومن هنا بدت نظريات كثيرة تطلع كيف بازر اطفاله جو هل طلعوا من عالم اخر الى العالم الحقيقي وهلك الالعاب ماريو كانت تمثيل على المصرح ما في احد يعرف الى الان يمكن في يوم الايام تتأكد هالين الظريات ايضا خمسة ضرية معنا عن سلسلة زلدة سنوات طويلة والكثير كان يشوفنا جزء زلدة بمجورة زماسك كان شاذعا باقي العاب زلدة واعتبرونا سبينار او جزء فرعي وشوفونا سوداوي اكثر من باقي الاجزاء اللي قبل لكن لما صدوا جزء تويلة برينسس على الوي عام 2006 اكتشب احد اللعبين بعض التشابه في الخريطة بين اللعبتين وغير هذا في رفرنس او تلميحة في اللعبة ان كائنات التوايلي تم نفيهم الى عالم الظل او الشادو رالم وبسبب هذا الشيء اللعبين قالوا اكيد نفوهم الى عالم تيرمنا اللي هو عالم مجورة زماسك ولي اكد هذا الشيء واكد عليه بعد شركة نتندو هو كتاب هيرول هستوريا كان في شرح للخط الزمني لالعاب زلدة وحطوا جزئين جنب بعض يعني انهم في نفس الفترة وبكذا تأكدت شكوك اللاعبين وطلعت مجورة زماسك اكثر منها جزء سبينارف اللي كثير يتكلمون عنه وايضا اول ما تبدأ لعبة تويلة برينسس راح يجيك هيكل عظمي يدربك كيف اسلوب القتال ناس كثير قالوا ان مجورة زماسك لينك كان ميت ولي يجيك بعدين في تويلة برينسس يعلمك كيف في نون القتال لهيكل العظمي هذا هو اصلا لينك حق مجورة زماسك وهذه كانت الخمس نظريات الرهيبة صراحة انا استمتعت وانا قاعد اكتبها وقاعد قولها معاكم فقلوا اللي شاركوا فيها الحلقة هل استمتعتوا معي ولا لا عشان كده اقولكم الحلقة المميزة اليوم لانا مجد عدتني احساس الاشياء المريبة انا احب الاشياء المريبة زي ما تعرفون فعطوني ايضا هل عندكم نظريات ثانية ما نعرفها اكتبوا ليها تحت بالكومنتز ويمكن احطها في حلقة جزء ثاني للعبة هذه وحط اصبكم ايضا انكم اعطتوني هذه النظريات كم معاكم فاد الشيحة ولا تنسوا مرة ثانية اللايك والاشتراك نبغى نوصل خمسمية الف يا راهبين شكرا لكم اثانية مع السلامة الى القتال